الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجاز لأهم الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن قمة المنامة تعقد في ظرف تاريخي دقيق يفرض على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مصارين أولهما مصار السلام والاستقرار والأمل والثاني مصار الفوضى والدمار جاء ذلك في كلمته أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة حيث شدد الرئيس السيسي على أن التاريخ سيتوقف طويلا أمام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه كما أضف السيد الرئيس أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قصريا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها في هذا الإطار أكد السيد الرئيس أن مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب والمعارك أكد البيان الختمي للقمة العربية في نسختها الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين على إدانة سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تجديد الحصار على المدنيين في القطاع مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تضفق المساعدات الإنسانية وفقدان سكان غزة شريان الحياة الرئيسي وطالب البيان إسرائيل في هذا الصدد بالانسحاب من رفح الفلسطينية من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن كما شدد البيان الختمي للقمة العربية على الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة مع الرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقا واضحا للقانون الدولي استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة الجاعوني التي تأوي نزحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة هذا وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على أنحاء متفرقة شمال ووسط جنوب القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الطيران الاحتلال قصف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة عمليات حاسمة في الحرب ضد حركة حماس وأكد نتنياهو أن رفح الفلسطينية هي آخر معقل لحركة حماس داخل قطاع غزة على الرغم من استئناف القتال العني في مناطق بشمال غزة سبق الإعلان عن انسحاب الجيش الإسرائيلي منها تأتي تصريحات بن يمين نتنياهو بعد ظهور خلافات داخل حكوماته حول إدارة غزة بعد الحرب أدانت فرنسا تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفيرا الاستعمارية التي دعا فيها إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتشجيع سكانه الفلسطينيين على الهجرة طوعياتا وشددت باريس على أن هذه التصريحات غير مقبولة مشيرة إلى أن الأنشطة الاستعمارية تزيد التوتر وتشكل عقبة الرئيسية أمام السلام قال وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي أن بلاده رفضت السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في ميناء قرطجنة جنوب شرق البلاد وأشارت صحيفة الباياس الفرسبانية أن السفينة كانت تحمل ما يقرب من 27 طن من المواد المتفجرة من مدينة مدراس الهندية موسيقى